استعدادات شهر رمضان فيه كميات ما شاء الله يعني من خضار والفواكه كل الأخوان التجار وأصحاب الشركات يعني أخذوا استعداداتهم حق هالشهر المبروك إن شاء الله يعني فيه بعض الأشياء يعني يمكن يشفي تغير وضحها عشان تغيير الجو والله شيء من بلد المنشأ فحاليا إلى حد اليوم ما فيه أي بيكون نقص موجود بعد فيه كميات إن شاء الله بعد جاي الخول وفيه بواخر بتوصل إن شاء الله يوم الخميس والجمعة وفيه شاحنات جاي إن شاء الله بعد خلال يومين وفيه بالشحن الجوي يعني إحنا نطمن المواطنين والمستهلكين يعني الهداواء شوية كميات اللي يحتاجونها يومية يأخذونها عشان يكون متوفرة طول هالشهر إن شاء الله بالنسبة للخضار استهلاك اليومية يعني يومية يدشها من حوالي 24 إلى 28 شحنة هاي عن طريق البر غير يومية يعني هذا يعني خلال ثلاثة أيام الأولية يعني عشان بيصير الضغط على الطلب على الخضار استهلاك اليومي يعني يعني ما شاء الله كل الخير حاليا متوفرة يمكن أن تشوفون السوق يعني فيه حركة النشاط إن شاء الله بعد يومين بيكون نشاطنا لأحسن إن شاء الله موسيقى